أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أعلنت أن إسرائيل أكبرت 810 ألاف من المواطنين على النزوح قصرا من مدينة رفح الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضين وأكدت الأونروا أنه في كل مرة تشرت فيها عائلات تتعرض حياتها لخطر جسيم ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم بحثا عن الأمان نفية وجود منطقة آمنة هذا وحضرت الوكالة الأممية من أن عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينظر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ملتزمون بتوسيع نطاق العملية العسكرية في رفح الفلسطينية هكذا طمأن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالند مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن خلال زيارته تل أبيب زيارة سوليفن جاءت بعدد من المهمات أبرزها بحث وصوب لضمان هزيمة حماس مع المسؤولين الإسرائيليين ولكن مع تقليل الضرر على المدنيين الفلسطينيين وقال سوليفن إن موقف الرئيس جو بايدن ثابت بشأن رفح الفلسطينية ورغم تحذيرات الولايات المتحدة المتكررة بل وتحذيرات عشرات الدول من اكتياح رفح الفلسطينية بشكل موسع لا تتورع إسرائيل وقادتها عن التشدق ليلا ونهارا بنيتها توسيع عمليتها البرية أيا كانت العواقب في تحدي صارخ للإرادة الدولية والقانون الإنساني الدولي ومن باب حفظ ماء الوجه ربما أتى سوليفن إلى تل أبيب بمقترح من سلسلة إجراءات وصفاب الملموسة لضمان زيادة المساعدات إلى قطاع غزة بالتزامني مع تشغيل الرصيف البحري المؤقت لنقل المساعدات إلى القطاع والذي قالت عنه وكالة أونروا إنه لا يغني عن أهمية وصول المساعدات بريا مطالبة إسرائيل بفتح المعابر مع قطاع غزة